السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفة تحية طيبة لكم يوم السبت الرابع عشر من شهر مايو 2022 في هذا الفيديو أصدقائي سوف أريكم كيف يمكنكم أن تجدوا القطارات التي يسمح بها بالصفر داخل ألمانيا من أجل الصفر ببطاقة التسعة يورو أصدقائي بطاقة التسعة يورو سوف تبدأ إن شاء الله بالعمل بداية من الشهر السادس شهر ستة لهو شهر يوني تمانوها تسعة يورو شهر سبعة تسعة يورو شهر تمانية تسعة يورو يمكنكم بهذه البطاقة أن تسافروا داخل ألمانيا كلها لكن باستعمال القطارات الجهوية وسوف أريكم اليوم كيف سوف تجدون القطارات الجهوية التي سوف توصلكم من المدينة التي تعيشون فيها إلى المدينة التي ترغبون بالصفر إليها وزيارتها أيضا بطاقة التسعة يورو تسمح لكم بركوب المواصلات داخل المدينة وجميع المدن في ألمانيا أصدقائي أن تركبوا فيها الجميع المواصلات العامة من حافلات للمواصلات العامة أو من جتخاصنبان أو من أوبان أو من أسبان وأيضا الصفر بين المدن بالقطارات الجهوية غيجيونال بان أو غيجيونال إكس بخيس بالنسبة لشرائها أصدقائي سوف يطرح أو سوف تطرح للبيع تقريبا بنهاية هذا الشهر هناك مدن سوف تبدأ ببيعها تقريبا بداية من يوم 23 خمسة هناك مدن سوف تبدأ بطرحها للبيع بداية من 25 خمسة 26 شهر خمسة 27 شهر خمسة يعني لهاية هذا الشهر سوف تطرح للبيع تشترونها إما بفاغ أو طومات مثلا بمحطات القطارات أصدقائي أو تشتروها أيضا عن طريق الإنترنت أو عن طريق تطبيق شركة القطارات بان بالنسبة لشرائها عندما تشتروها وتقتنوها يجب أن تكتبوا عليها اسمكم أو عندما تشتروها بطريقة إلكترونية يكتب فيها اسمكم يعني هي لكل شخص فقط الواحد يكتب عليها اسمه العائلي واسمه الشخصي لا يسمح بمثلا كل واحد مثلا إذا حصلتم عليها لا يمكن أن تعطيها مثلا إلى صديقك أو إلى أخك أن يركب بها هي فقط 9 يورو لكل شخص وتكون مدون فيها اسمكم أصدقائي هذه نقطة مهمة فقط فقط الاسم شيء آخر ليس مهما أصدقائي ثاني نقطة بالنسبة للأطفال أيضا يجب أن تكون عندهم هذه البطاقة خصوصا إذا رغبتم أن تسافروا يعني بين المدن الأطفال من 6 سنوات فما فوق يجب أن تكون عندهم هذه البطاقة فقط قطارات الأسبان مرات هي التي تقول 7 سنوات فما فوق لكن إذا ترغبون أن تسافروا بالقطارات الجهوية يجب أن يكون عند الأطفال أيضا أصدقائي هذه البطاقة وتسجلوا أيضا اسمهم يعني كل شخص بالعائلة يجب أن تكون عنده هذه البطاقة إذا رغب بالصفر من 6 سنوات فما فوق ماذا عن الناس الذين عندهم اشتراكات شهرية قالت الشركة وقالت يعني شركات المواصلات إذا أنتم مثلا عندكم اشتراك وفي ذلك الاشتراك الشهري يقطعون منكم 20 يورو أو 30 يورو أو 50 يورو أو 100 يورو بالنسبة لشهر 6 وشهر 7 وشهر 8 سوف يقطعون منكم فقط 9 يورو 9 يورو 9 يورو ولمن دفع مبلغا مثلا اشترى اشتراكا سنويا سوف يعوضكم أيضا ويرجع لكم نقودكم لتلك الفترة وهي فقط لتلاتة أشهر أصدقائي لكن إذا رغبتم الصفر وزيارة الأحبة وزيارة الأقربة وزيارة أصدقائكم كيف سوف تعرفون الطريقة؟ كيف ستعرفون أي قطار يجب أن أركب؟ أي قطار يجب أن أغير؟ كيف سأصل إلى هدفي؟ هذا ما سوف نراه الآن نقطة مهمة يجب أن نركز عليها أصدقائي هي نقطة القطارات السريعة ممنوع أن تركبوا بها بالقطارات السريعة ممنوع يعني قطارات إتسي إي السريعة بين المدن ممنوعة لا يسمح فيها مخالفة قطارات إتسي انتر سيتي ممنوع فقط القطارات الجهوية ناه فاكير أصدقائي هي من يسبح بها بذلك سيكون الصفر طويلا بعض الشيء لكن أصدقائي الصفر سيكون بطبيعة الحال كما قلت لكم طويل لكن 9 يورو بالشهر كامل يعني ممكن أن تجوبوا ألمانيا كلها القطارات يمكن أن تكون ممتلئة فحاولوا البحث على وقت مناسب من أجل الصفر ويكون عندكم أيضا وقت درجة أولى ممنوع الجلس فيها يعني عندما تسافرون بالقطار ممنوع أن تجلسوا في الدرجة الأولى فقط درجة ثانية اغستا كلاسة ممنوع فقط سفايتا كلاسة دعونا الآن نذهب ونرى كيف يمكن إيجاد خارطة الصفر من نقطة ألف إلى نقطة ب تفضلوا أصدقائي كي تعرفوا أصدقائي فاغ بلان يعني القطارات التي سوف توصلكم من منطقة أو مدينة الانطلاق إلى مدينة الوصول عليكم بزيارة موقع بان بونكت دي وهو على هذا الشكل عندما تأتون هنا وتضغطون مثلا على غيزة أو سكونفت سوف تكبر الصفحة بعض الشيء وهكذا تكون الصفحة صغيرة أصدقائي إذن مدينة الانطلاق هي فون المدينة التي سوف تنطلقون منها والتي تعيشون فيها أو التي يوجد فيها محطة القطار مثلا أنا أعيش في شتوتغارد سأعمل شتوتغارد مدينة الوصول مثلا سأسافر إلى العاصمة الألمانية برلين ناخ هي المدينة التي ترغبون بالصفر لها هنا أكتب أي مدينة أنا سأكتب برلين أصدقائي برلين هوبت بانوف تاريخ الصفر إما تضغطون على هنا أو تضغطون هنا ماي هو الشهر الخامس يوني هو الشهر السادس مثلا أنتم خططتم وسوف تسافرون مثلا يوم ستة يوم ستة ستة الفين واثنين وعشرين فست ليجل هنا تكتبون التاريخ هنا تكتبون الساعة بما أن القطارات الجهوية هي قطارات بطيئة اكتبوا دائما ساعة مبكرة مثلا سبعة الصبح لأن صراحة بالقطارات الجهوية سيكون الصفر طويلا هذه هي النقطة التي يجب أن تركزوا فيها لا تعملوا القطارات السريعة لا تعملوا لا نحن لا نريد أسرع قطار لا لا نريد أسرع قطار لأن أسرع قطار هو ليس مجاني أسرع قطار تمانه ليس تسعة يورو تسعة يورو هي فقط القطارات الجهوية دائما فقط القطارات الجهوية أوكي يعني أي مرة تبحثون على الصفر أو على أي شيء ترغبون بالصفر بها ببطاقة التسعة يورو دائما القطارات الجهوية ناه فاكير أصدقائي وبعد ذلك تعملون زوخا بعد ذلك تأتي النتائج نحن لا يهمنا أصدقائي التمن التمن الذي يوجد هنا هو إذا ركبتم وصافرتم بالقطار مثلا هذا اليوم أما بالشهر السادس أو الشهر السابع أو الشهر الثامن تمن الصفر بهذه الطريقة هو فقط تسعة يورو أصدقائي نحن ما يهمنا هنا أن تكون عندكم خارطة كاملة للصفر بأي ساعة تنتلقون ومتى تصلون وأين تكون التغييرات للقطارات أنا هذا ما يهمني إذن النتيجة الأولى الانطلاق 58 و57 الوصول السابعة وال30 دقيقة مساء عشرة ساعات والنصف أربع تغييرات كثيرة بحثوا على أقل وحدة الثانية النتيجة التالية كمال كثيرة أصدقائي 11 ساعة و27 دقيقة لنرى النتيجة التالية النتيجة التالية فيها 9 ساعات و47 دقيقة يعني الصفر ببطاقة 9 يورو واو وقت طويل جدا إذن نقول بأنكم اخترتم التالية فتضغطون على The Ties أو Splend وهكذا قوموا بعمل مثلا دائما سكرينشوت تصوير هكذا تشق تصورت لجميع الرحلة وهكذا تكون عندكم الخارطة وعندما تكون عندكم بطاقة 9 يورو هكذا تسافر مثلا أنا لو عندي بطاقة 9 يورو الآن وسوف أسافر أعرف بأن قطاري سوف ينطلق من مدينة شتودغارت الساعة العاشرة و57 دقيقة على الممر جليس 16 بي سي سوف أصل الساعة الواحدة وعشرون دقيقة إلى مدينة نورنبيرغ بالممر 23 عندي 18 دقيقة بعد ذلك سأذهب إلى الممر 4 دي اف التي سينطلق فيها القطار من الواحدة وتمانية وتلاتون دقيقة سوف أصل إلى لايبتسيش مثلا الساعة الخامسة وإتليلي و50 دقيقة بالممر رقم 9 عندي 12 دقيقة سأذهب فيها إلى الممر رقم 10 التي سينطلق فيها قطار الآخر الساعة السادسة وأربع دقائق وأصل إلى ديساو على الساعة السادسة و47 دقيقة بالممر رقم 2 جليس 2 بعد ذلك عندي 18 دقيقة أذهب فيها إلى الجليس 6 الممر رقم 6 وأركب القطار الساعة السابعة وخمسة دقائق وأصل إلى مدينة برلين الساعة الثامنة و44 دقيقة بالممر رقم 11 هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنكم التعتمد عليها كي تعرفوا القطارات والساعات والتغييرات أين تكون أهم نقطة دائما ابتعدوا على شنيل ستيفر بندونغ لا تركبوا بالقطارات السريعة اعملوا دائما نافاكير القطارات الجهوية غيجيونال بان أو غيجيونال اكس بخيس أو اس بان إلى آخره أصدقائي صور الفيديو وإن شاء الله يا رب تكونوا قد استفدتم أصدقائي أتمنى أصدقائي أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابكم وقد استفدتم وعلمتم الآن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تعلموها كي تجدوا القطارات التي سوف تركبونها وتستعملونها من مكان الالطلاق إلى مكان الوصول دائما انتبهوا إلى قطارات ناه فاكية لا تركبوا بالقطارات السريعة اتسي او اتسي ابتعدوا عنها مكلفة أصدقائي وأيضا فقط القطارات الجهوية ولا تركبوا بالدرجة الأولى اغستا كلاس لا فقط سفايتا كلاس ابحثوا على وقت لا يكون فيه الازدحام كثيرا لأن القطارات ممكن أن تعرف ازدحاما شديدا أصدقائي أتمنى أن يكون الفيديو قد لالا إعجابكم انشروش أصدقائي شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم